اهلا بحضراتكم من جديد السنديق الخاصة يعني ثار بشأن السنديق الخاصة واموال السنديق الخاصة تساؤلات كثيرة جدا في الفترة الماضية مش بس في الفترة دي لا وكمان يمكن ايام حتى الرئيس الاسبق مبارك وكان فيه كلام على موضوع السنديق الخاصة وادارة هذه الاموال مرحب بك مجددا سات النائب وجهة نظرك وجهة نظر انه فعلا السنديق الخاصة يعني ربما كان في وقت من الوقات حق ولكنه اريد به باطل الان ربما كان محاولة لي توفير بعض الاموال الخاصة لبعض الهيئات عشان تقدر تتحرك بسهولة ويوصر لكن في حيات الامر تم استغلالها بشكل سيء جدا الى اكثر عندنا اكتر من 6000 صندوق خاص يعني الارقام اللي فيها تتجاوز الميت مليار جنيه واكتر وبالتالي احنا كمان ما نعرفش حتى كيفية الصرف منها ولا حتى دخلها قد ايه السنوي ومين اللي بيستغل لها وهل مثلا رئيس جامعة ممكن يصرف مكافآت وحاجات كده للمسؤولين لون عن الموظفين احنا هنتحمل بالكامل مسؤولية السنديق الخاصة اللي التزامات اللي عليه في نفس الوقت تبقى جزء من موازنة الدولة لانها في الحقيقة هتقفل تصد عجز كبير جدا في الموازنة وهتقفل ابواب في السيد كبيرة جدا فاحنا متضامنين تماما وكان زيما ان الحقيقة برضو الموانس الشام والي كان تقدم بمشروع قانون في دور العنقاد الاول واعتقد ان تم الموافق عليه في اللجنة لكن لم يصل حتى الآن الى قاعة المجلس اتمنى الاسراء بتقديمه لقاعة المجلس والموافق عليه هيبقى عندنا بعض الاشكاليات في عدد من السنديق اللي طلع بقوانين ازاي نلغيها وازاي نتعامل معها لكن دي هتبقى الاستثناء لكن القاعة ده انه ليس هناك حاجة اسمها سنديق خاصة احنا ملتزمين كمحكومة وكمجلس نواب بكل الاتزامات اللي عليه لكن في نفس الوقت يجب ان تكون تحت رقابة الجازة المركزية المحسابات تحت رقابة وزارة المالية تحت رقابة اعضاء مجلس النواب بتطالب الحكومة باي يعني انا شايف ان في فجوة كبيرة جدا بين الحكومة وبين المواطن يعني مش عادي درجة للأحداث اللي حصلت في الاسبوع اللي فات لكن المواطنين بيشعروا بحالة منها السخط على اداء الحكومة وكان طبعا اداء الحكومة لا يتجازع عن اداء مجلس النواب لان هذه حكومة مجلس النواب فلن افصل ما بين اعضاء مجلس النواب والحكومة القانون الكتير السيئة اللي طلعت الفترة اللي فاتت اثارت سخط المواطنين ويمكن احنا بنفاجأ ان عدد من النواب نهارت بيمجع بيجمع توقيعات عشان يؤجل تطبيق قانون ونقيمة المضافة لمدة سنة لانه اثاره السلبية ظهرت قبل حتى ما القانون يبدأ في حيز التنفيذ عندنا القانون الخدمة المدنية احنا اثارنا غضب وصخط اكتب من 4.5 مليون موظف اضرب متوسط 3-4-5 افراد في الاسرة فبنتكلم في تقريبا ربع الشعب المصري اصبح ساخط على قانون الخدمة المدنية وبالتالي القوانين اللي بتعملها الحكومة واللي بيوافق عليها وبيمررها مجلس النواب بالنسبة لي انا قوانين سيئة اسسني منهم قانون وحيد وهو قانون المعاشات اللي ما كانش بيردي تموح المواطن لكن في تأديري كان خطوة كبيرة جدا للامام ورئيس الجمهورية مشكورا كان له يعني تأثير في القانون دوت ان هو يرفع الحد الادنى للاجور ويعمل حد ادنى للزيادة فدي كان خطوات ايجابية يجب ان نوجه ليه شكر فيها والمجلس برضو يعني قدر ينتزع من الحكومة اضافات فالحكومة مش شعرب ده بترفع الدعم عن الكهرباء بترفع الدعم عن الماء وبتسمح تحت سماعها وبصرها بزياد اسعار الادوية وبتسمح تحت سماعها وبصرها ان فيه فشل في منظومة الصحة ومنظومة التعليم احنا نهاردة كمواطن هاردة كمواطن وانا كمواطن ايه اللي بتدولي الدولة الدولة شايفة ان فيه اقتصاد غير رسمي 3-4-5 اضعاف الاقتصاد الرسمي يعني في غياب تام ده متاخدش منه ولا مليم كدرايب لو انا مدرس بدي درس خصوصي ما بتفعش حاجة لو انا مهندس عندي مكتب خاص بيا ما بتفعش الدرايب لو انا دكتور لو انا محامي لو انا يعني كل المهني حتى اللي عنده ورشة حتى فيه محلات مش مرخصة طب مرخصة ونديها وضع قانوني من دخل الدولة سيسمرات طب العقارات اللي بتتبانى مخالف اللي تبانى مخالف خلاص ناخد خط كده اللي تبانى مخالف واصبح وضع الهندسي سليم وما فوش اي خطورة على المواطنين ما نقنن وضع الناس للاخطاء ادي لكن ليه انت سي العقارات غير المسجلة بصة كلها مليانة حاجات غير مسجلة قانون السربة العقارية مش متطبق قانون السربة العقارية كان متوقع ليه من 30 ل 35 مليار انا بنتكلم النهاردة في 300 مليون اللي تلهمه واحد زمالينا النواب رئيس لجنة بدون ذكر اسم يعني كان قاد في اللقاء رسمي مع رئيس الوزر قال له انا عندي فيلا في السحل الشمالي وعندي فيلا في القاهرة ما بتفعش عليهم ولا مليهم قال له ما بتفعش ليه قال له محدش قال لي تعال لاتفا انتو بتعمله ايه بقى فاعتقد انه فيه حلم من الغضب والغضب ده بيعبر عنه النواب في دور العقادة التانية انا فعلا من عدد كبير من النواب اللي كانوا بيقولوا عشان الملك بتمشي وعشان للسكرار واحنا كده بندعم رئيس الجمهورية وبندعم الدولة يعني ربما بيعودوا على اصابع الندم انهم منحوا الثقة لهذه الحكومة وفي تأديري اضعنا من عمر البلد دي ما يقرب من 9 شهور او 10 شهور منذ بدان المجلس وحتى الان نقدر ما لا يدرك كله لا يترك كله نقدر ان احنا نصلح اخطاءنا وانا من الناس اللي بدائما متفقلة ودايما واثقة انه يعني نقدر نصلح غلطنا في اي وقت لما الايام ما قمتش نقدر نصلح الغلط بس نملك الارادة والرغبة احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل ده لكن انا بداي انه ليس هناك ارادة وليس هناك رغبة ملف كبير جدا بالنسبة لي اسمه ملف الفساد يعني مش عايز افتح الكلام فيه كتير لانا احنا اخذ من الناس طويل لكن انا عايز اقول ان هناك برضو مرة تانية اللي قال دوت مهندس محمد زاكي السويدي رئيسة الاف دعم مصر يعني مش المعارضة بقى اللي بتنتقل الدرجة مش خاصة 20-30 دعم دعم مصر تقول الكلام اللي احنا بقالنا سنة بنقوله بيقول انه في ملف فساد الدولة يعني لا تتعامل معها بالشكل الواجب وان الدولة اتعاملت معها بالشكل الواجب اعتقد انه حيوفر للدولة مئات المليارات وربما يسد عجز الموازنة ملف الفساد بس احنا بنخدش فيه خطوات ربما لما بتيجي قضية هنا او قضية هنا الدولة او الاعلام بيطلقوا احنا بنواجه الفساد لكن الفساد في القوانين وانا اتكلمت قبل كده قلت انه في قوانين زي قانون تصالح بالنسبة لنا مع الحرامية مش مع رجال اعمال ده باب من ابوب الفساد يقول لها اي حد اسرق وانهب ولما تتمسك اللي نكتشفه جزء من اللي هتسرقته ابقى طلعوا او ابقى رجعوا للدولة ده مش امر دولة عايزة تبني يعني تبني حاجة اسمها العدالة